اكد سعادة دكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن رؤية جلالة الملك المفدى للسلام في منطقة الشرق الأوسط تنطلق من إيمان راسخ بالتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب ونعم السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أرض الديانات السماوية والأنبياء والرسل مشيرا إلى أن توقيع إعلان تأييد السلام خطوة مهمة وخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط جاء ذلك خلال اجتماع سعادة وزير الخارجية اليوم بالديوان العام للوزارة مع أصحاب السعادة رؤساء تحرير الصحف المحلية وسعادة السيد عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية بحضور سعادة السيد يوسف بن خليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ورفع وزير الخارجية خالص التهاني والتبركات لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله على رؤيته الحكيمة وقراره الشجاع بضرورة إحلال السلام في المنطقة وهمية إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وأوضح سعادة وزير الخارجية بأن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين البحريني والإسرائيلي والاقتصادين المتقدمين في كل من البحرين وإسرائيل من شأنه أن يبنى على التحول الإيجابي الحالي في منطقة الشرق الأوسط وأن يدعم الاستقرار والأمن والزهار في المنطقة مضيفا بأن خطوة مملكة البحرين كسبت تأييد ودعم دول العالم من أمريكا وأوروبا وآسيا كما أشار سعادة وزير الخارجية إلى أن خطاب مملكة البحرين بمناسبة التوقيع على إعلان السلام هو رسالة ملك وشعب إلى العالم منويها بأن الأهداف من إعلان تأييد السلام هو أن يعرف العالم وأن التسامح قيمة راسخة في مملكة البحرين وأن أهلها يعيشون منذ مئات السنين في ألفة ومحبة وتعايش وسلام وأن الشعب البحريني اشتهر بالطيبة والتعددية والتعايش والتسامح وتقبل الآخر وأوضح سعادة الدكتور عبدالطيف بنراشد الزياني بأن أعلان تأييد السلام هو خطوة مهمة للبحرين وهي ليست موجهة ضد أحد أو دول أو قوة مؤكدا أن مملكة البحرين تؤمن بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية مسترشدا بقول جلالة الملك المفدى نرجو بأن تكون علاقاتنا مع جميع دول الجوار بما فيهم إيران علاقات طيبة تدعو دائما إلى الاستقرار والسلام والتنمية والزهار للجميع نهدف إلى توفير منطقة آمنة مستقرة مزهرة ومستدامة وأكد سعادة وزير الخارجية على أن البحرين سوف تستمر في جهودها لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وقدراته على أكمل وجهه مضيفا بأن البحرين تشدد على أهمية اعتبار السلام خيارا استراتيجيا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق من جانبهم عرب رؤساء تحرير الصحف المحلية عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز التاريخي الهام الذي حققته مملكة البحرين بفضل رؤية جلالة الملك المفدى الحكيمة ونظرته السديدة من خلال التوقيع على أعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل والتي ستسهم بشكل كبير وإيجابي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة سعيلين الله عز وجل يديم نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر